بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد نواف النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشك والتهم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزريته وأمته وأفضل الأمم إذا قدر الله وشاء واستفدت من هذه الفائدة الكريمة فضلا وليس أمرا أسألك الدعاء والاشتراك في القناة ولايك وشير ليصلك كل فائدة جديدة مجربة بإذن الله تعالى وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد فإلى فائدة اليوم توكلنا على الله عنوان فيديتنا إن شاء الله النهاردة هو اقرأ هذه الآية فهي شر من أشرار صورة البقرة لقضاء الحوائج المهمة ده عنوان فيديتنا إن شاء الله رب العالمين اليوم هذه الفائدة الكريمة تعمل بعد صلاة الجمعة مباشرة على مدار الشهر أول جمعة أو آخر جمعة أو جمعة في نص الشهر ليس لها رصد وقت معين المهم يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة ملهاش وقت ورصد معين فهي في أي يوم جمعة خطوات عمل هذه الفائدة الكريمة المباركة أولا مستعينين بالله سبحانه وتعالى ثم بكتاب القرآن العظيم وبآثماء الحسنة العظيمة أول شيء إخراج صدقاء بقدر ما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعى على قدر تعطيك إن شاء الله يكون رغيف خبز رغيف عيس قدر تعطيك سم صلاة ركعتين لله تعالى في الرقعة الأولى تقرأ بعد الفاتحة آية الكرسي وفي الرقعة الثانية بعد الفاتحة تقرأ آية آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر الصورة ثم الاستغفار بهذه الكيفية أستغفر الله العلي العظيم الحي القيوم لظلمي وجرمي وأتوب إليه كان مرة يا أبو محمد سبع مرات ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة اللهم صلي وسلم وبارك على من سميته شاكرا ووليا ونذيرا محمد رسول الله كم مرة يا محمد سبع مرات ثم ذك اسم من أسماء الله هذا الاسم الجليل شكور ولكنك هتذكره وتنطقه بياء النداء يا شكور خمسمية ستة وعشرين مرة خمسمية ستة وعشرين مرة ثم جاء دور قراءة هذه الآية العظيمة الكريمة الشريفة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هي آية رقم 285 من صورة البقرة طيب أقرأها أدئي يا محمد أقرأها أربعين مرة أربعين مرة ثم هذا الدعاء المبارك المخصص لها في هذه الخاصية واحد مرة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض اللهم إني أسألك بإسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم وأسألك بإسمك بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي عنك له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت من خسيته القلوب أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن تقضي حاجتي لي وهي كذا هنا تسمي حكتك أنت ضامر عليه إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم توكلوا على الله واغتنموا كنوز القرآن الكريم وأسماء الله الحسن التي لا تحصى ولا تعد فوائدها ولا يعلم علمها ولا أصرارها ولا مذاها إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له دي خواص القرآن العظيم الكريم وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة التواصل معي على الوطس فقط للكشف والعلاج الروحاني فقط وليس للتعارف والدردشة من عشر صباحا إلى تمانية مساء يوميا معدى الجمعة وفي أمن الله وحفظه ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته